هو ربنا هو يقول سيدنا أبو بكر ولا يأتلئ للفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفح لاتنين يعني سيدنا أبو بكر كان له قريب ذو رحم اسمه مصطح ابن أثافة مصطح ده مهاجر هاجر وبدري يعني قاتل في بدر ولكنه كان شاب يعني فكان يعني الساعة قدتوا الحمية شوية مع سيدنا حسان بن سابت واتكلموا يعني كلام مش يعني مش صح كده يعني دخلوا في قصة الإيه الإفك بسيدنا أبو بكر حلف ولا يأتلي تألى يعني حلف ولا يأتلي فحلف سيدنا أبو بكر قال بقى مصطح اللي هو قريبي وأنا بصرف عليه لأنه كان مسكينا يعيشه تحت ظل ساعة أبي بكر الصديق ها فسيدنا أبو بكر اللي كان بيصرف عليه فسيدنا أبو بكر حلف أن لا ينفق عليه فربنا سبحانه وتعالى قال له ما مثلك يا أبو بكر من يعامل الناس بالعدل فأنت ما قالوش أنت ذو فضل قال له أنت قولوا فضل قولوا فضل دي جمع يعني أنت فضلك مغرأ المسلمين ده النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه بيقول كل أحد له علينا يد جازيناه بها إلا أبو بكر إن له عندنا يدا الله يجزيه إيه وما نفعني مال مثلما نفعني مال إيه أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر بإيه خليلا فأنت أقوله فضل ما ينفعش أنك أنت تتعمله بالعدل لا أنا عاوزك بقى تعفو عنه وكمان تصفح فاعفو واصفح ما هو ربنا آية للنبي فاعفو عنهم واصفح يبقى سيدنا أبو بكر ثانية اثنين ثانية اثنين في الغر وفي الأحوال والمقامات هم فاعفو عنهم إيه يعني ربنا بيقول للنبي اعفع عن المشركين واصفح بيقول لسيدنا أبو بكر فاعفو عنهم إيه واصفح وهو ثانية اثنين في الخلافة يعني المرض الذي مرض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستطع أن يخرج للصلاة بالنس قال مروا أبا بكر فليصلي بالنس قعدوا يدوروا على سيدنا أبو بكر على سيدنا أبو بكر ملقهوش فقال لك تمام سيدنا عمر كان موجود قالوا لي أم صلي سيدنا أبو بكر مش موجود أم صلي انت بالإيه بالنس فسيدنا عمر قام صلى بالنس وكان جهورية الصوت فسمعه رسول الله فقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر يأبى الله والمؤمنون إلا إيه سيدنا عمر خلص الصلاة سيدنا أبو بكر جه النبي أمر أنه يعيد الصلاة بيهم في غزوة تبوك النبي عليه السلام هو سيدنا عمر صلوا وراء سيدنا عبد الرحمن ولم يعيدوا ليه إنما في الموقف ده ما يأبى الله واليه را خدمتك